أخبار اليوم أما الجابرو لذا مكافئ البازلت فمثب السلكة فيه أقل من 50% في قارن بين حيد وسط المحيط ومنطقة الاندساس قلنا حيد وسط المحيط المنطقة اللي يتم فيها إزاحة اللوح المحيطي في اتجاهين متضدين بعيدا عن منطقة حيد وسط المحيط قلنا لما المجمع تطلع أسفل اللوح المحيطي هتزيعوا في اتجاهين متضدين بعيدا عن منطقة المنطقة دي اسمها منطقة حيد وسط المحيط اللي هتملأ بالصهارة ويتسلب ويتقوى اللوح محيطي جديد أما منطقة الاندساس هي المنطقة اللي هندس فيها اللوح المحيطي أسفل اللوح القاري المجاور لبقى ده اللوح محيطي لما يتحرك هينزل أسفل مين أسفل اللوح القاري المجاور عند منطقة الاندساس أو التداخل والمنطقة دي تمثل مراجز أن العديد من الزلازل والبركين نمرة ثلاثة أثر كل من تلوث البيئة بالمبيدات الحشرية والعناصر الصقيمة المبيدات الحشرية تؤدي لهلاك العناكب وهلاك الديناء من التربة الزراعية أما العناصر السقيلة زيزة البترول يؤدي لهلاك الأسماك ويؤدي لهلاك الهائمات النباتية التي عايشة في سطح المياه وبالتالي يهدد سلاسل الجزاء وأيضا يؤثر على الطيور البحرية التي تتغذى على الأسماك أربعة قارم بين النهر الشاب والنهر الكهل النهر في مرحلة الشيخوخة من حيث شكل القطاع في مرحلة الشباب يكون شكل القطاع النهر على شكل حرف V دي ليه V دي عشان النحط في القاعة أكبر من معد النحط في الجوانب أما في مرحلة الشيخوخة فيقوم قطاع النهر على شكل قوس خلي بالك بيقل التقوص كلما اتجهنا جاية المصب كلما تجه للمصب التقوص بيقل ليه عشان الرواسب زادت فكلما الرواسب بتزيد التقوص يقل اللي حتى يصبح بالقرب من المصب على شكل سهل منبسط المظاهر الجيلوجية المصاحبة للنهر الشاب في النهر الشاب بيظهر الشلالات أو مساقط المياه وبتظهر ظاهرة أسل الأنهار أما النهر الكهل فالمظاهر الجيلوجية المتكونة هي الشروفات النهرية والدلتاة قارم بين التفوحة البركانية والبرشيا البركانية التفوحة البركانية بنقول له اللافا واللافا صعدت إلى سطح الأرض من فوهات البركين طيب لما طلعت فوق سطح الأرض حصل لها بردت بملمسة الماء أو الهواء ولما تبرط هتأخذ أشكال إما الحبال أو الوسائد وبالتالي طالما بردت فوق سطح الأرض بسرعة فيكون لها نسيج زجاجي غير متبلر لو قال لك علل وتبقى الإجابة من الباب الرابع للتفوحة البركانية لها نسيج زجاجي والله عشان التبريد السريع بن يعطي فرصة لعدد كبير من الأيونات أن تتجمع حول مركز تبلر واحد أما البريشيا البركانية فدي قطع صخرية لها زوايا حدة ناتجة من تكسير مواد أعناق البراكينة عند صورة البركان به في السؤال الثاني اكتب المصطرح العلمي العلاقة بين فترطي الإضاءة والإظلام التي يتعرض لها النبات بالتعاقب خلال اليوم ده اسمه التواقط الضوئي أو التوقيت الضوئي اتنين يتحدد وضعها طبعا لطريق الترتيب الزرات في الهيكل البنائي دي نسميها الأوجه البلورية تلاتة اضافة الماء إلى التركيب المعدني مما يساعد على تحلل السخور كيميائيا طالما السخور تحللت كيميائيا يبقى دي تجوية كيميائية طالما اضافة الماء يعرف ذلك باسمه التميؤ حرقات أرضية يرجع إليها سبب في تكوين نهر كولورادو يبقى الحرقات البانية للقارات الحرقة الموقعية للنبات عكس اتجاه المؤثر احنا دائما كنا عارفين نقول الحرقة الموقعية للنبات في اتجاه المؤثر نقول انتحاء موجب نقلل الحرقة الموقعية للنبات عكس اتجاه المؤثر بدأ اسمه الانتحاء السالب جيم في السؤال الثاني اسكر أهمية أو استخدام لكل من المجال المغناطيسي للأرض قلنا هو اللي بيحمينا من الأشعة الكونية الضارة عشان بيمتد الارتفاعات كبيرة من سطح الأرض الكائنات المحللة في النظام البحري في النظام البحري في النظام الصحراوي فيه اي نظام بيئي هو نفس دور الكائنات المحللة هو هو بتخلصنا من الكائنات الحية التي أدركها الموت او اقول الكائنات الميتة وتعيد عناصر الكربون والفسفور والناتروجين للتربة ليستفيد بها كائنات اخرى جديدة مقياس مهس مهس عمل مقياس ليستخدم لتعرفة صلادة المعادن ومهس قسم المعادن من حيث الصلادة من واحد لعشرة واللدي تبقى محفوظة وبالترتيب تلك جبس قلصايت فولورايت أبطايت أرسوكليز قوارتز توباز قرانضم ماس واللدي تبقى عارف ان المعدن الأعلى صلادة هيقدش المعدن الأقل صلادة ولكن انت بعارف ان الماس بيخدش كل المعادن لانه أعلى المعادن صلادة تبلغ صلادة عشر بن قياس مهس اهمية او استخدام التعاون بين محطات رصد الزلازل لو تعاونت بين محطات رصد الزلازل همكن التعرف على نقطة فوق مركز الزلزال لان محطة لوحدها مستحيل أن تحدد نقطة فوق مركز الزلزال عشان نتعاون بين أكتر من محطة رصد بالتالي يمكن تحديد النقطة فوق مركز الزلزال اشتركوا في القناة